اشتركوا في القناة الى مطار البحرين الدولي قامت شركة مطار البحرين بتوقيع اتفاقية مع الشركة القابضة للنفط والغاز تقوم بموجبها بانشاء شركة بملكية مشتركة بنسبة 50% لكل طرف وبناء على هذه الاتفاقية سيقوم كل من الطرفين بالتشغيل والادارة والاشراف على تصميم وبناء مستودع جديد لوقود طائرات وتوسيع شبكة توزيع الوقود ويهدف هذا المشروع الى خفض تكلفة التشغيلية لشركات الطيران ورفع المستوى التنفسي لمطار البحرين الدولي ومن المقرر ان يكتمل المشروع في غضون 24 الى 30 شهرا طبعا هذه شراكة بين شركتين حكوميتين مملكم الدولة تنفيذا لقرار مجلس وزراء بحيث ان يكون عملية تزويد الوقود للطائرات كلها تكون في مطار البحرين هذه يشمل الانشاء ايضا عادة هيكلة كاملة لعملية تزويد الوقود في مطار البحرين بتروح تكون اكثر شفافية حق الشركات الطيران ونفس الشيح حق الشركات المناولة اللي تشتغل في تزويد الشركات بالطائرة والشركة اللي بتستثمر هذه الحكومية في هذه الانشاءات اعلن سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عن التعاقد مع المقاول الرئيسي لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة اجمالية تبلغ مليارا ومائة مليون دولار تشمل العقود الفرعية حيث تضمن الحفل توقيع خمس اتفاقيات لتطوير مشروع مطار البحرين الدولي وشملت تشيد مبنى المنتقل للمسافرين اضافة الى 24 بوابة متصلة بالابراج الهوائية وبناء جسور هوائية وتوفير احدث الاجهزة الامنية وتوقع وزير المواصلات الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بحلول منتصف عام 2019 والذي سيكون قادرا على استيعاب 16 مليون مسافر كما وقع وزير المواصلات والاتصالات عددا من الاتفاقيات للخدمات الجوية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وبعض الدول الشقيقة والصديقة وتشمل هذه الاتفاقيات في مجملها على احدث المواد الموصى بها مؤخرا من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والتي تنظم الخدمات الجوية بين المملكة مع الدول الصديقة كما تضمنت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجملها مزايا إيجابية لصالح النقلات الوطنية لكل طرف كتوفير حقوق النقل الجوي التي تنظم الإطار التشغيلي لشركات الطيران المعنية وفق هذه الاتفاقيات تلتها توقيع مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية الشقيقة التي وقعها من الجانب البحريني أحمد النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدنية ومن الجانب المصري الطيار محمود طاه الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أكد رئيس السلامة والعمليات الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا جهاد الفقير أكد ريادة مملكة البحرين في اتباع أفضل الممارسات الخاصة بضمان سلامة العمليات الجوية جاء ذلك على هامس استثوافة معرض البحرين الدولي للطيران لندوة اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا حول برنامج السلامة الجديد للطائرات الصغيرة وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أكد الفقير أن معيار سلامة الجديد سيساهم في ازدهار أعمال مشغلية الطائرات الصغيرة مع نمو السوق لافتا أن هذه الندوة تمثل فرصة مميزة لتعرف على البرنامج سجل معرض البحرين الدولي للطيران بنسختها الرابعة قصة نجاح جديدة في رصيد المملكة المتخم بالإنجازات في صناعة الملاحة الجوية التفاصيل في سياق التقرير التالي 9 مليارات دولار 40 ألف زائر وأكثر من 140 شركات حول العالم في مكان واحد حصيلة معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الرابعة حدث عالمي الطراز استطاع في فترة وجيزة أن يعزز مكانة البحرين كبوابة محورية لمنطقة الشرق الأوسط للملاحة الجوية ما في شك أن معرض البحرين الدولي الرابع في نسخته الرابعة أكبر وأفضل من أي معرض آخر سواء كان في الحضور في نوعية الحضور في أعداد الوفود في أعداد الشركات وأعدا قيمة الصفقات نعتقد أننا وصلنا إلى تقريبا أكثر من 9 بليون دولار قيمة الصفقات والحمد لله هذا الجهد كله من قبل عمل كبير خلال سنتين سواء كان من اللاجئة التنظيمية برأس السمو الشيخ عبدالله بن حمد أو الأخوان مطار البحرين الدولي كان أحد المستفيدين الأبرز من إقامة معرض الطيران بالإعلان عن اتفاقيات مشروع التوسعة الأكبر في تاريخه بكلفة إجمالية تفوق المليار دولار بغية تحقيق هدف المملكة في تشييد بوابة حديثة على العالم مزودة بأحدث التقنيات لتسهيل عبور 14 مليون مسافر سنويا لا شك أن كل معرض هناك مردود مباشر وغير مباشر للاقتصاد الوطني مثل ما تعرفون خلال الصفقات كبيرة وعدد زوار والعارضين للجو البحرين طبعا كثير أكثر من نسخ الثانية قدرنا الله وفقنا الحمد لله نستقبل عدد كبير من شقيقة من أمريكا العربية السعودية أمس في منطقة الجمهور كان حوالي هناك 12 ألف شخص من عوائل جايين من السعودي حتى من الكويت باحتضانها لأعمال أحد أسرع معارض الطيران تطورا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استطاع معرض البحرين الدولي للطيران أن يكون بيئة جاذبة للأعمال ومحورا لوجستيا في المنطقة واضعا للمملكة موطئ قدم قوي على الخارطة العالمية في المجال الاستثماري والترويجي